من هو المعرقل في الحكومة وبما أنه مثل ما حضرتها عم بتقول يعني بحسب ما قالت أنه الرئيس ميقاتي لا يريد الحكومة في انتظار البت بالاتفاقات الدولية وإلى آخره لا يشوف هو واضعه كيف مازال هيك ليه فجأة بعد نحوه أكتر من أسبوعين بيحمل تشكيلتين واحدة مثل ما بدوا إياها رئيس الجمهورية واحدة اللي هو بدوا إياها وبيطلع عند رئيس الجمهورية يعني عم بقدم له اللي بدوا إياه بالنهاية لا بعتقد أنه فيه التباس بهذا الموضوع واحدة مثل ما بدوا إياها رئيس الجمهورية ما بعتقد يعني هذا اللي صار 30 وزير ما صار بعد إلى الآن معلوماتنا بتقول أنه كانت حكومة 300 وأيضا حكومة 24 إيه عرفت أنه الحكومة السلاسينية ما تم توافق عليها إيه بس ليه ما تم ما هو الرئيس رفض رئيس الجمهورية ليش ما بعفز رئيس الجمهورية اللي رفض أو بالأحرى للبحث تتم صلة هذه العبارة ما بعتقد رئيس الجمهورية اللي رفض لأنه رئيس الجمهورية هو صاحب الطرح بهذا الموضوع لما يمكن صار فيه خلاف على الأسماء ما بعرف بس إلى الآن لم يبت هذا الأمر ومئاته أخذ التشكيلة على استحياء يعني هو عارف مسبقا أنه ما حيصير فيه عليها يصير فيها وتاني نهار بس للتوضيح أنه بيان القصر بحسب الرئيس مقاطي بعت له مش ماشا الحال شوفي لو كانت النوايا حسنة يعني كل الأطراف ما بيصير هذا السجال اللي صار مبارح نعم يعني أنت بتلاحظي أنه بأي شغلة بتشتعل دغري التصريحات السياسية وبيستحضر المقامات بالموضوع ما بيعود فيه إلى قصة العلاقة بالموضوع السياسي بصير الاشتباك اشتباك يأخذ منحة طائفة نعم أنه المقام الماروني السامي والمقام السني العالي والمقام الشيعي الرفيع المستوى والمقام الدرزي العالي المقام كلها مقامات يعني بس الشعب اللبناني ما عنده مقام نحن العبنان وما هو المقام وهذا المقام يعني دايماً هيك يمس به نعم فلذلك انت لاحظت الآن مبارح كل الصحف أو كل وسائل الإعلام تحدثت عن الاشتفاك بين مقام بعدة ومقام السراية نعم يا أخي شو بدي بالمقامات أنا فيه واقع لبناني سيء الآن الرئيس بقاطي صروا قداش قاعد ما تحرك ولا عمل أي شيء كان باليونان ومش عارف وين عم يعمل استجمام شوي إجا فجأة وإجته النخوي أنه هو بده يشكل حكومي مش عارف شو كمان فيه شيء لا منطقي باللي عم بيصير أما أنه يتوقع مسبقاً أن يكون هناك استعصاء نتيجة مطالبات كانت بين الرجلين أو بين الرئيسين نحنا ممنع عرفها نعم أو نتيجة يعني بعض الهماسات من هون ومن هونيك وبيجوا بيخلقوا أمر واقع قدام الناس أنه والله يابا نحنا حطينا تشكيلة وصار عنده الرئيس التباس ورجع الرئيس مئاتي عدل وما عدل إلى آخر اللي بده يشكل حكومي ما في داعي لكل هالشوشرات بيعدوا ساعة ساعتين وبيطلعوا من أصر بعبده إلا ما يشكلوا حكومي يعني برأيك ولا طرف بده حكومي ما لتلك شو الأسباب بيلك الرئيس عون أنه أنا رايح رايح يعني كله عم بيعرقل بفضل أنه يوصلوا لأنه عملياً يعني عملياً أنه الرئيس الجمهورية نرجع هيك شوية نكون كمان مجردين أو متجردين إلى حد ما مع أنه صعبي بس أنه رئيس جمهورية فيه له هالتوقيع اللي بيقدر يحافظ فيه على شيء من قوته في ظل يعني الصلاحيات المحدودة لإله بيلك أنا عندي هذا التوقيع طيب صرني سنة سنتين بيقول لهم رياض سلامي رياض سلامي رياض سلامي ما حدا تحرك ولا حدا بده يتحرك صرني سنتين بيقول لهم تطقيق جنائي ومالي ومش عارف شو ما حدا تحرك صرني سنتين ثلاثة بطالب بإصلاحات بطالب بخطة للكهرباء ما حدا تحرك ليش بده هو يعني يرجع يعطيهم هذه الورقة هاك هو بيفكر أو على الأقل الدوائر المقربة منه يعني بمعنى أنه هذا التفكير مش بس شخصي أنه أيضاً هو للدفاع عن الزات يعني مش بس أنه يعني الزات الشخصية وإلا الزات اللي كمان إلا علاقة بالكتلة اللي جابته والكتلة اللي رشحته والكتلة والمناخ السياسي اللي جابه على رئاسة جمهورية هو بيعتبر أنه الكلمة ساهم بأي شكل من الأشكال حتى حزب الله بمساعدته هلأ حزب الله ليكي حزب الله صير هو عنده عتب على حزب الله هلأ ما بعف إذا عنده عتب أنا ما بعتقد أنه حزب الله أصر في أي شيء يعني حد رئيس الجمهورية لكن مثل ما بقوله يعني حزب الله صارت وظيفته مثل عم يتلقى العصي من هون ومن هون يعني يعني ويله وحلفائه وويله يعني أيضاً جبهته الداخلية جبهته الداخلية في خلاف بينه وبين الرئيس الجمهورية يعني داحس والغبراء ما نحلت وما كانت تنحل فشو بتساوي؟ إذا كان الرئيس بري خصم أساسي للرئيس عون والعكس صحيح أو حركة أمل والتيار الوطني الحور طيب شو بساوي حزب الله بها الحالة؟ بيقدر يعني هو يعمل يعني بيعمل زواج بالإكراه ما قدر يعمل زواج بالإكراه فشل؟ ما بدي يقول فشل يعني مش وظيفته هايدي يعني مش هايدي وظيفته يعني حاول كثير وظيفته تمرق مرحلة بسهولة مرقة أصعب مرحلة حاول كثير طيب أنه يعني أنه حزب الله في يكون جنبلاطي يعني ساعة بيقلب هون وساعة بيقلب هون ما في يعملك حزب الله عنده خطة سابتة بتحالفاته بيقول لك أنت هايدي عين وهايدي عين بس أنه ما في يقدر يعمل الميمنة على الميسرة يعني بيعمل مثل وليد جنبلاطة أو مثل المقتضى الصادر ساعة البدو بيصير مع أمريكا وساعة البدو ضد أمريكا وساعة البدو مع السعودية وساعة البدو ضد السعودية بيصب الله ما بيمشي هاي بلشت أوس على وليد باك فيه إله شئلة وحده بنا نرجع فوت فيه خلينا نخلص من الحكومة لأي درجة صحيحة بعض المعلومات اللي طلعت ورجعت إن صار فيه فعلا توتر كبير ومشادة كلامية من رئيس الميئاتي والرئيس عون شوفي أنا ما بحب فوت به القصص تاعي في هذه قصص بس إخبار أوقات حدا بيسربها أو بعض الصحصيين مقصود أوقات ممكن يسمعوا وحدا بيقول لك البادي لانجوش بس طلع وبس قعد وبس طلع من القعدة والآخرة أنا كله هذا ما بيعنيني أنا بيعنيني نحن أمام استحقاق والواقع اللبناني سيئ جدا وحمل مسئولية لكل الأطراف لكل المسئولين السياسيين وما حدا له أي عزر في أن لا نصل إلى اتفاق على الأقل حول تشكيل الحكومة اللي رأى بالصدع يعني هذا الصدع السياسي الموجود نعم إذا ما بدوا أن يتفق على تشكيل حكومة يعني نحن راحين لما هو أسوأ وعملياً راح نفوت بما هو أسوأ صحيح إذا ما اتفقنا على حكومة يعني كيف ننتفق على رئاسة جمهورية إذا ما اتفقنا على حكومة دليل أنه ما عنا رئاسة طبعاً طبعاً هذا اللي قلته أنا اللي أعملك أنه بيعجز كتاب السيناريو عن رسم ما هو القادر نحن علبة البندورا اللي على طول منطلع فيها بتخوف للأسف لأي درجة برأيك صحيح أنه المدير العام للأمن العام اللي وقع باس إبراهيم اللي هو حلال العقد بكثير محلات فات بين الرئيس ميقاتي والرئيس عامل لمحاولة تقريب وجهات النظر بطبيعة الحال حزب الله عم بحاول يعني كمان يدفع وخصوصاً التصريح الأخيرة لقيديينه ضرورة تشكيل حكومي قبل نهاية العهد لأنه مثل ما عم نحكي يبدو الفرغ الرئيسي أتن هلا إذا كان اللواء عباس إبراهيم مطروح كوزير ما بعتقد رح يكون هو يعني حلال العقد هو مطروح كوزير هكي سمعنا وزير شو ما بعرف يعني هكي سمعنا يعني هكي شي بكل الجهات نعم لا يخفى أنه اللواء عباس إبراهيم كان عم بيلعب أدوار معينة بكتير من المحطات يعني لكن فيما حدث أخيراً بين الرئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي هل كان هناك دور بارز لللواء عباس إبراهيم في إيجاد حلول أو في إنتاج حلول أنا بعتقد المسألة صارت أكبر من الواقع الداخلي اللبناني بعتقد يعني في أزمة أكبر بكتير من أنه ممكن يحل لا مدير عام الأمن العام ولا حتى حزب الله يعني الذي دخل على الخط أكثر من مرة طيب ملاحظة أنت حزب الله بكل خطاباته الأخيرة يدعو إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت مش عارف شو طيب هذا الإصرار يعني كأنه يقول لنا بشكل أو بآخر ليس هناك نية لتشكيل حكومة لأنه لما واحد بكرر هالآدم كانوا عم يرفع المسؤولية عن نفسه وأنه أنا عملت كل الجهود وما قدرت أوصل لحلول فكيف اللواء عباس إبراهيم رح يقدر يلاقي حل على أننا اشتركوا في الق meses اشتركوا في القناة